السلام عليكم أصدقاء رجعنا لكم من جديد ودورينا من جديد وجدول مباريات الدور السوري للمرحلة الثالثة عشر والثانية من مرحلة الاياب هاي المرحلة غير وهاي المباريات غير لأنه رح نشهد ديربي دمشق وديربي حلب الله يا حلب ديربي حلب الله على أيامك وديربياتك يا حلب أهل حلب والحرية ديربي من الزمن الجميل بالإضافة رح نشهد قمة ومتعة المباريات الفتوية سيواجه حطين المتصدر سيواجه الوصيف النقاط المضاعفة هل يفعلها الفتوية يتفوق على حطين ويعود بفارق النقاط إلى سبع نقاط كاملة وكأن الأسبوع السابق لم يحدث أي شيء يعني مجرد الفتوية يتفوق على حطين كأن شيئا لم يكن بيرجع فارق السبع نقاط أم أنه لحطين رأيا آخر وإن فعلها حطين فعليا وحرفيا سيشتعل الدور السوري ربما نفوت بالتفاصيل فتو حطين كتب لي بكومنت وقعتك لأنها قمة المباريات المتصدر والوصيف ممكن يصيق شيء كبير بهذه المرحلة لمرحلة الثانية لمرحلة القياب إذا كانت يعني إذا كانت يعني أن تفوق الفتوية ممكنها بلاش يحسب الأمور إنت فوق حطين ترى الدورة اشتعل من جديد وبلش من جديد قبل ما نفوت بالتفاصيل كتب عم تحضرني على اليوتيوب أو على الفيسبوك اشترك بالقناة في عزر جرس متابعة لصفحة شارك الفيديونا أصدقاء لايك وكومنت حلو مثلك وأنا لكم كون شاكي خلينا نبلش بالمباريات اللي رح تكون نهار الجمعة إن شاء الله بتاريخ خمستعش اتنين ساعة ثلاثة بتوقيت دمشق بالسابق كانت ساعة ثلاثة بتوقيت دمشق تم تعديل التوقيت وأصبح ساعة ثلاثة بتوقيت دمشق مباراة الطريعة وتشرين قولة المباريات ليش يا موسى ما حكيت عن متصدر الوصيف بداية الفيديو تفقنا نحن من الفيديو السابق مش عما يصير مشاكل كل متابع بلاك ليش ما عم تحكي عن فريقه أول شيء وليش عم تحكي عن فريقه أخي شيء نفس الجدول بتنزلو صفحة اتحاد كرة القدم بالترتيب بنحكي عن المباريات بالترتيب اتحدا غير رأيه واعتمد ملعب السابع من نيسان رح يستضيف مباراة الطريعة وتشرين اذا رح تكون نهار الجمعة مو متل ما مذكور بالجدوي 위해서 في الخميس. طليعة او 40 نهار الجمعة. على ملعب السابع من نيسان. بالنسبة للطليعة. بالجولة السابعة كان عم يتعادل مع الاسبي حاليا بدون اهداف بمركز السادس. بالنسبة لله 20. بالجولة السابعة كان عم يتعادل مع الجيش وحاليا بمركز الرابع. الفرق ما بين مركز الرابع ومركز السادس نقطه فعل ذلك هي المباراة واكثر المباراة بها القوة. اسم النقاط المضاعفة. يعني إذا تفوق الطليعة رح يبتعد أو إذا تفوق الطليعة رح يألس أو رح يأخذ مركز تشرين وإنت فوق تشرين فرح يبتعد بالترتيب إلى خمس نقاط مع الطليع فلذلك هذه المباراة حساسية وقط نحكي عن مباراة حساسية بالدور السوري عطينا توقعاتك جبت العيد أنا بالتوقعات بالجولة الأولى في مرحلة اليابة جبت العيد حرفيا يعني توقع وحيد صحيح فقط يعني لا يجب أن نحكي توقع وحيد فقط يعني صحيح بدورينا صعب أنك توقع دائما الأندي بتفاجأك إنما خليني يرجع توقعون إن شاء الله ما نجيب العيد مرة تانية الطليعة وتشرين توقعات عادلة يعني أقرب المباراة تانية ديربي حلب والله يا حلب وزمانك يا حلب وديربيات حلب وأهل حلب والحرية الله على الزمن الجميد والله على الزمن الجميد واشتئنا للزمن الجميد أهل حلب والحرية أهل حلب بالجبل السابق كانت ثلاث مقاط ولا أحلى ثلاث مقاط وزنهم من ذهب كان نفوق على جبل حاليا مركز التاسع مركز لا يليق بفريق اسمه أهل حلب بالمقابل الحرية بالجول السابق كان عم فوق على الساحل بهدفين مقابل حكينا النقاط المضاعفة حاليا مركز 12 على ملعب الحمدانية بحلب دير بحلب جماهير حلب وافضلية بكل تأكيد لأهل حلب حسب الترتيب والنتائج إنما الحرية بالمباليات الأخيرة وآخر جولتين آخر جولة بمرحلة الزاب كان عم يضرب الكرامي أول جولة بمرحلة الياب كان عم يضرب الساحل ودير بالك يا أهل حلب توقعات أهل حلب الحرية صعب أنك تتوقع كحال فريقين إنما أتوقعها أهلاوية أتوقع تفوق أهل حلب اكتب لي بك من توقعاتك المباراة الثالثة على ملعب الباسل بحمص النقاط المضاعفة أي نعم يا سادة الكرامة سيستضيف جبلي بالنسبة للكرامة في جولة السابعة كان عم فوق على الفتوي صعد إلى المركز الخامس لأول مرة بالدورة لهذا الموسم بالنسبة لجبلي خسارة من أهل حلب على أرضه حاليا مركز الثالث الفرق ما بين الكرامة صاحب مركز الخامس وجبلي صاحب مركز الثالث ثلاث نقاط فقط بما معناها النقاط المضاعفة بما معناها الكرامة إن تفوق على جبلي سيكون بالمركز الثالث وجماهي الكرامة ما رح تصدق من سنين أو من فترة طويلة ماشي من الكرامة ينوصل للمركز الثالث الكرامة عينه على الاقتراب من المنافسة أو تحسين مركزه على سلم الترتيب الجبلي لازم يتفوق لحتى يضل بجو المنافسة هاي المباراة النقاط المضاعفة الكرامة بعد فوز كبير على الفتوى جبلي بعد خسارة والجريح أمام أهل حلب مباراة رح تكون متكافئة على ملعب الباسل بحمص مباراة رح تكون كبيرة بين فريقين وفريقين عوادونا فيه مباراة يقدموا أداء رائع ومعتقد المباراة رح تشهد أكتر من هداف توقعاتي يعني بتجول السابق وطلق كرامة الفتوى يتعادل وطلق عاطفة انتي بتوقعك عاطفة الفتوى أفضل فتفوق الكرامة هلا زي بدولك تعادل دا كتولي أيضا بتوقعك عاطفة فلذلك انتي توقعك كرامة جبلي ستطلبكم من توقعاتك المباراة الرابعة ديربي دمشق الجيش سيواجه الوحدي على ملعب الجلاء بدمشق بالمناسبة نرجع للمباراة كرامة جبلي هاي رح تكون المباراة الأولى لجبلي بقيادة مدرب التونسي صابر بن جبري صحيح الاسم فهذا رح يكون المباراة الأولى لقيادة نادي جبلي بالتوفي يا رب كرامي وجبلي نرجع للمباراة الرابعة الجيش سيواجه الوحدي على ملعب الجلاء بدمشق ديربي دمشق الجيش بالجول السابق كان عمد عادل مع تشرين حاليا مركز سابع الوحدي بالجول السابق كان عم يخسر منحطين حاليا بالمركز العاشر فريقين جريحين الفريقين عينهم عن نقاط الثلاثة بالنسبة للوحدي لازم ينتصلي بتاعد شوي عن أماكن أو الأندي المهدد بالهبوط والجيش يعني حالهم مو أحسن حال مع أنه ستنقاط بين الفريقين إنما حالهم مو أفضل من حال الوحدي فالفريقين مطالبين بالفوز ما بين الجيش والوحدي يعني أتوقعها أنا صابع أنك توقعي يعني على الأرجح رح تروح أيضا تعادل يعني يمكن تكون جولة التعادلات هي الجولة المباراة الخامسة الساحل سيستضيف الوسبي بالنسبة للساحل بالجولة السابقة كان عم يخسر خسارة غريبة عجيبة ما بعض شو صاير للساحل إنما فينا نعلل هذا الشيء بالانتفاضة عند الحرية أو بالرومنتادة الموجودة عند الحرية رومنتادة بنهاية الجولات الساحل بالجولة أخيرا كان عم يخسر أمام الحرية بدأ فيه مقابل الشيء حاليا الساحل مركز داعش الوسبي كان عم يعادل مع الطليعة ما بين الساحل داعش والوسبي الثامن الفرق دبل يعني فرق 8 نقاط وانفعلها الوسبي فرح يتوسع الفرق ويكون بلش أمن حاله بالأماكن دافع الساحل لا بديل على الفوز ووضع الساحل صعب ووضع الوسبي يشوفه يعني أفضل من وضع الساحل من وضع الساحل بجولة الثانية مرحلة الياب فما بين الساحل والوسبي يعني أعرف يضل قول تعادل يعني الأمانة أكتر مباريات الفريق على الآخر ما بين الساحل والوسبي يعني مباراة صعبة أنك توقع لها ممكن تعادل أكوان يعني ممكن تحضر جولة تعادلات كتب لي بكومنت وقاتك مباراة السادسي والأخيرة وقمة المباريات المتصدر والوصيف الفتوى وحطين أو حطين والفتوب بما أن المباراة على ملعب الباسل بالله دي بالنسبة لحطين بالجولة السابقة سابقة شو كان عم يعمل حطين بالجولة السابقة كان عم فوق على الوحدي بهدفين مقابل هدف وعم ينفرد بالوصافة وعم يستفيد أو عم يتلقى بكل رحابة صدر هدية الكرامة بالفوز على المتصدر الفتوى وعم يصير الفارق أربع نقاط فقط بالنسبة للفتوى خسارة من الكرامة بالجولة السابقة حاليا متصدر بفارق أربع نقاط مباراة على ملعب الباسل متصدر ووصيفه يعني أنت فوق حطين أصبح الفارق نقطة وحيدة فقط وما بس نقطة وحيدة فقط أنك أنت تتفوق والفتوى يكون خسران خسارتين وراء بعض ببداية الاياب فهذا الشيء ممكن يكون له عامل كبير حتى الفتوى بباقي الجولات يهدر نقط أكتر إنما إن حصل العكس صحيح إذا صار العكس صحيح هلال بعض بقول لي أنت متمنى تخسر الفتوى أنت متمنى تخسر الحطين لا أنا متمنى شوف مباراة حربية ومحصل العكس والفتوى تفوق ورجع الفرق إلى 7 نقط فالشيء اللي صار بالجولة السابقة بتنساها يعني خسارة الفتوى أمام الكرامة إنساها كأنه شيئا لم يكن لأنه بيكون رجع الفرق إلى 7 نقط كاملة فالفتوى لا بديل على الفوز حطين أنا بشوف بالنسبة لها حطين فرصة ممكن ما تتعوض بالجولات القادمة إنك تواجه منافسك المباشر يعني إنك أنت تتفوق على المتصدر لأنه بقى المباراة بدأت تفوق واستنى هدية من الآخرين اليوم مصيرك بإيدك بالنسبة لحطين والفتوى نفس الشيء إن أردت بطولة الدورة فمن هنا تبدأ بطولة الدورة بالفوز على الوصيف حطين بتمنى التوفيق لكل أندي حطين والفتوى يكتب لي بكو منتوقعاتك التعادل ممكن يكون عادل للمتصدر الفتوى اللي الأهم إنه ما يخسر الصدارة وما يتقلص الفارق أنا بلشت مرحلة الآياب فارق سبع نقاط ما يكون بعد جولتين بفرق نقطة مثلا يعني فخلي فرق أربع نقاط والمباراة القادمة بعتقد أنا الفتوى بيعرف كل مباراة كيف ينهي كل مباراة يعني أنا يعرف سيارة كل المباراة خسارة أولى أمام الكرامي بقول الجولات هذا الشيء ما بيعني شيء ما بعرف ردة الفعل كانت من الإدارة وإقالة المدرب والجماهير ما مستهل هذا الشيء أنت عملت مرحلة ذهب رائعة بقول للمباراة الآياب وخسرت يعني شيء وارد يعني حتى الريال مدرود برشلونة يا جماعة ما يخسروا يعني ما بعرف ردة فعل إدارة وجماهير فتو كانت أس شوي بالخسارة أمام الكرامي النهاية الفيديو اليوم اكتب لكم توقعاتك بتمنى التوفيق لكل أندي ما تمنينا إنما توقعنا يعني في فرق بين التمنى والتوقع وشان ما حديث فور انتهاء المباراة المباريات رح نعمل فيديو إن شاء الله ونحكي النتائج وكيف صار ترتيب اكتب لكم توقعاتك شو تتوقع يكون ترتيب فريقك بعد نهاية المرحلة المباريات المرحلة الثانية المباريات الجولة الثانية مرحلة الياب خربطنا نبلش يعطيكم العافية بينا دائما نظل الله خير السلام عليكم